اهلا وسهلا محمد الخليلي وياكم خريج كلية الاعلام من ايو اي قبل عشر سنين فاش ما اقول يعني هاي نصيحة تراني من القدامة طبعا بالتخرج اول سنة ورا التخرج كانت صعبة لكن دائما البداية تكون صعبة ممكن تشتغلون باشياء ما لا علاقة بتخصصكم ولكن المهم يكون الهدف ان انت ترجع للطريق نفسه ما تتشتت من بعدها اتجهت الى عالم السوشال ميديا الدعايات الاعلان كل الاشياء اللي تخص سوشال ميديا والبيد ادز هاي ومن ثم اتجهت الى عالم التلفزيون وصرت مقدم في ام بي سي ون ولكن ظل هدف الاول اللي كان موجود من اني صغير يعني مشروع التخرج ان ابني شيء نفسي وهذا هو الشيء اللي وصلت لليوم وحققت هذا الحلم اللي هو الستوديو اللي احنا قاعدين به نين تين سيفنتي ون فنصيحتي لكل اللي تخرجوا عن قريب او رح يتخرجون ماما كانت البدايات صعبة وتحس ان انت شوية طلعت خارج تخصصك او تتشتغل شغلة مو شغلتك اعرف ان الطريق لابد ان يستمر مدام الهدف موجود رح ترجع باك مو شغلتك